موسيقى مشاهدين وفضل المتتبعين اينما كنتم نرحب بكم في عدد جديد من برنامجكم الخضرة انوان هذا البرنامج الذي يأتيكم صهرتك اليوم اثنين على الساعة التاسعة ليلا للحديث عن جديد الكرة الجزائرية وجديد الكرة العالمية نجتمع وايكم اليوم للحديث عن الكرة الذهبية العالمية والصادر الكبير الذي احدثته فرنس فوتبول بعدم منحها الكرة الذهبية لفينيسيوس كما سنتحدث عن ما حدث لفليب مارسل واصطورة المنتخب البرازيلي ايضا سنتحدث عن قائمة المقبلة للمنتخب الوطني الجزائري وعن آدم الناس وامراءه في نادي السد القطري هذا في الجزء الاول من هذا العدد اما في الجزء الثاني فسنتحدث عن الاحتفال بذكرى تأسيس نادي اتحاد حراش واحتفال بسطوري لهذا الفريق العريق وسنتحدث ايضا على كل نتائج البطولة المحلية كما عودناكم لن اكون لي واحد اليوم بل سيكون معين قادرياضيين ومحللين ونتشرف كثيرا بتواجد المحلل والمذرب ظاهرة فراصل اهلا وسهلا بك شارف لينا شكرا اخي يوسف وشكرا على الدعوة وتحية لك وتحية الشيخ ناصر وكل متتبعين الحصر شكرا ومعنا ايضا المحلل محلل قناة الجزائر الانوان والاستاذ ناصر عمر اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا قوي يوسف قوي زور جمهورنا الكريم مساء النور كما قلت ذا المشاهدين نجتمع واياكم للحديث في هذا الجزء الاول من هذا العدد على الكرة الذهبية اولا والصاد الكبير الذي احدثته جائزة فرانس فوتبول جائزة قيلة بانها غير مستحقة لرودري وكان فينيسوس هو الاحق لنيلاته الجائزة بحكم الارقام وبحكم الاحصائيات وبحكم الفعالية الكبيرة التي قدمها طيلة الموسم مع ريال مادريد نبدأ معكم الاخ ظهير فينيسوس ورودري طيلة الاسبوع حديث دائم على الحق بالكرة الذهبية البعض قال بان اخر شخص يستحق ان ينال الكرة الذهبية هي ورودري لانه الكرة الذهبية تعتمد على معايير ولكن من المعايير انه اليسان يكون عنده الابداع والفن في كرة القدم وهذا الامر الغائب ربما عن لعب كلاسيكي كرودري ما هو ردك؟ بالفعل يعني ما كناش نتصوهو انه الكرة ذهبية تروح مياطوها للرودري نظن انه فينيسوس ما رحش تقارنه ورقع مع رودري نظن انه فينيسوس يستحق اكتر هذا التتويج المعايير والمصدقية التي يعملوا بها لا يحكموا بها انا نظن انه فينيسوس احق به حتى كارباخر نظن فينيسوس ليستهل هذه الكرة الذهبية نعم استد ناصر كما قلت نورمال مو يعتمدوا على معايير ولكن اصبحت اليوم معايير جديدة انا اظن لون البشرة تاع فينيسوس هي اللي ما خلاتوش يديل من باب العنصرية هناك من قال استد ناصر بانه الانضباط تاعه هو السبب لانه من معايير اخذ الكرة الذهبية المعايير الاخلاقية هل هو رودري ها داي ماركي؟ هل هو يعمل هاجمات ويمدل اصحابه؟ هل هو بيتور؟ هل هو الميور باسور؟ هل هو شوف فرق شاسع بينه وبين فينيسوس؟ ضيف الى ذلك بيريس اليوم فجر قنبلة جديدة وهي الكرة الذهبية اصبحت تباع حوالي 15 فريق وافقوا على دفع الاموال لينيل هذه الجائزة الا ريال مادريد باعوا اصواتهم يعني شوف شوف الكفاءات العالية مثل بيراز يعني انسان يكون صريح يوسف الكرة تشوهت اليوم مشي بصوت شوف كان بلاتيل من قبل ضربوه بفلوس والعاقبة الى هذا الافنتينو ان شاء الله الشي اللي كان معمول به باش يخلص اي نادي يخلص مبلغ مالي واللي يخلص كتر هو اللاعب الفريق التاع اللي راح ينال جائزة الذهبية بالنسبة اللاعب دياله فاضيحة كبرى انطق بيها تقصد انهم يبيعون اصوات ام ماذا؟ يعني يوسف لا لك اندية لا تستطيع الفوز بالكرة الذهبية مش اي نادي يستطيع الفوز بالكرة الذهبية ولكن شوف ربما اليوم او غدوة وبعد وغدوات يعني راح تشوف لديكلاراسيون دي بيرتز بريزيدون دي ريال مادريد وش راح يقول حول هاد الشي وروح ادخل مواقع شوف بانه هناك تحالف ضد ريال مادريد يعني تحالف كبير لا الريال من الاتحاف الاوروبي كمعلومة فقط للمشاهدين هاد الجائزة عندها مصداقية لانها قديمة فقط لانها من سنوات الخمسينات لكن لا لا جائزة اقدم من جائزة الفيفا جائزة فرنسوتبول والان الشراكة الان رايما الاتحاد الاوروبي لهذا لا نرى لاعبا من امريكا الجنوبية يفوت بياته الجائزة لما تنال انترو فيبا راي حسب المسجود والمردود ديالك بدون عاطفة اليوم اصبح من يعطي اكتر ينال هذه الجائزة من الفرق الاوروبية هناك 15 فارق قبلوا بهذه المهمة اخذوا هير ما حبش هاد شي قالهم اذا كان هكدا هذا التشويه للكورة المستديرة من بعد بلاتير اليوم مع افنتينو نفس الشيء ربما راح يجيه ايوم ان شاء الله ويضربوه بالفلوس كما راه يعمل لكن ليست جائزة مازال جائزة الفيفا مازال جائزة الفيفا لجائزة فرنس فوتبول لكن نقدر نقرأها من جانب اخر استاذ ناصر وربما ستوافقوني الرأي وربما لا كيريان مبابي من الدعم الاعلامي الكبير لكيريان مبابي نراه بانه هو الافضل في العالم حتى وان كان في احسن احواله وما شاهدناه من الرئيس ماكرون واستقباله لمبابي وفوز مبابي بكأس العالم كم دليل على انه فرنسا كلها والاتهات اوروبية كله يدعم مبابي تخيلوا معي لو فاز فينيسيوس بالكورة الذهبية ميزان الريال سربما يذهب من جانب فينيسيوس وفينيسيوس عندما يكون في نقطة قوة في ذلك المنصب بحد ذاته انا نقولكم بانه كيريان مستحيل انه نزيد ونشوفوه ينجح مع الريال لانه مبابي يبدع في ذلك المنصب بحد ذاته هل ربما كسر فينيسيوس هو فرصة اخرى لكيريان مبابي وحتى لبيننغ هام لانه الاعلام الانجليزي عنده دور كبير جدا في دعم للبعب الدعم فينيسيوس لاعب مع هاري وصغر السنه رح يسمح له بيس يزيد للامام مش رح يقول للور والجائزة هادي اللي نزعت منه رح تعطيه له حافز وقوة باش يعمل بيها يمكن حافز ويمكن ولما تقول لي انت مبابي لا يستهل هذه الكرة لا نقوله مستقبلا لانه لو يكوز فينيسيوس لو كنت في نادي كريبا زي ما قيمته في الريال عندما كان لعب عادي وعندما أصبح أفضل لها في العالم مش نفس الشي كريسيان وميسي معليش متعودين عليها لكن باقية لا لما تشوف المبابي شوف الجوهرات اللي يراهم في برسلونة في برسلونة صاحبين 17 سنة و 18 سنة اظنوا رح يفوتوا المبابي لهذه الجائزة الجاية ان شاء الله يعني منها الاربع سنوات الاشحال والاشتراك عامين رح يتمشي هذي تعالى لا لا الفيفا كل سنة للزيمة كل سنة ما يكونوا ناس واحدة اخرين اللي يدوهم لا اظنوا المبابي يومين رح يمجيئوا للريال انا نقول لك حاجة ما نقول لكش خسارة للريال وإنما ما هوش يمد المرضود المنتظر منه ما رحل التأقلهم ربما لاحظ التأقلهم ولكن او في ثمانية مباراة او تسعة مباراة مسجل هدف واحد او اثنين شوف بأنه المؤامرة لم تكن لي صالح بيديان البابي من اجل دعمه شوف هما يريدون تشويه كرة القدم شوف لما ندف ونتكلم على موت سي بي وفنتينو في المغرب وكذا موجودت للك يشوف الأخي يتحدث أمنا جحب للم يشتار THAT نقول لك يشف يوجد في القدرة العالم يشف ليس بهذا العالم انا كنت بكريتك ونقول لك د� دي فى يوسف ن ممكن أن نتوقع المتعرفة المتعب الغد المتعرفة المتعرفة ولكن ن تحاول المتعرفة 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 لكن المتعرفة المتعرفة لت تتوقع العراء كل موزون كل شي privilegi كل شي تصدق أنا هذا شيء يقول لك الجائزة هذه يستهلها فينسيس بدون مقارنة مع أي لاعب في العالم نعم هذه وجهة نظرك أستاذ ناصر الآن نروح أخذها هل توافق فكرة أن هناك بعض لاعبين الذين يدعمون على حساب لاعبين آخرين بسبب جينيسياتهم الرياضية أم رودري يستحقها بكل بساطة لأنه فاز باليورو والجائزة الجمعية خاصة في عام اليورو عندها دور كبير مقارنة بفوزك بالشامبيون صديق ولا أمور أخرى فضل نرى الأخ يوسف نرى جانب آخر أنه هم يحبوا يقولوا بش ماشي كل عام يمدوا هالمهاجمين نظن نقدر إله شفناها من هذا الجانب لا تكلمنا من هذا الجانب وكيدلوا بلك المعاير لخيروا بهم برغم أنه سيبالو من بوست مقدرش نحكموا عليهم ما قولوش زعمها مطاقون معا مطاقون خيروا لاعب لما عندوش إمكانيات بارابور لأخر نعم نظن هم اختاروا واحد وسط الميدان نظن أنه نقدر راحوا من هذا الباب لا ما حبيناش نقوله عنصرية وما قولناش في لا نظن هذا هو بيسكولورودري ما قلت اختل الكأس أوروبا واخدها معا مونشستر سيتي أيضا اختل البطولة وكدايا نظن من هذا الجانب نقدر نقوله من هذا الجانب للدول المعاير بس عقون نشوفه زعمها كما قالك شيخ ناصر راح شوفه زعمها أي واحد يعني أي مناصر بسيط لو تقولوا تخيروا بين رودري وبينيسيوس راح يقولوا تيقدها بينيسيوس الله يا زهير نضيف لك هذه قبل ما نروح للمواقع يعني اللي يشوف فيها هذا التصريح تعريل مادريد تعليل بريزيدون دو كلوب أنا كنت ظن باللي هذا كما يقولوا سيدي غاسيز ربما لون البشرة والشعر التاعه ما هوش أشقر وما هوش باب أنا رحت لهذا الباب ولكن لما شفت باللي الآن الكرة الذهبية أصبحت توباع أنا وش حبيت نقول خير معلش نروحوا الجانب آخر ننسي نديروا تحليل منطقي بعيدا عن هذا الكلام العنصري وبعيدا عن كل أمور الخارجة الرياضة يونان ميسي فاز بها سنة 2021 بعد تتويجوا بالقوم تتويجوا الأخير أيضا بعد فوزوا بك أسل العالم ميسي كان غايب تماما على السحة الرياضية بل كان من أضعف ربما اللاعبين في البي اجي يعني لم يتأقلم مع البي اجي يمكن أن نقول بأن الجائزة الجماعية عندها دور كبير جدا في تتويج اللاعبين أم أن هذا اليونان ميسي يبقى أمر ربما غير عادي وحبوا يبروفيتيه يعني وحبوا أنه يزيد يفوز خاصة للشركات اللي الدعم ربما اليونان ميسي يعني عندما يفوز بالكرة الذهبية أرباح كبيرة اليونان ميسي وفي عمره 35 سنة آنذاك يقول لك قد ما يزيد يربح بلندن قد ما نزيد نديره أرباحنا لنا نبروفيتيه من هذا الأمر أم أنه الجائزة الجماعية هي اللي كان عندها دور كبير جدا وفاز ليونان ميسي بها والآن رودري عندما فاز باليورو وفاز بها فضل شوف الأخي يوسف أنا نظن أنه كان عدة عوامل يدخلوا اللي ما يقدرش المواطن البسيط ولا إحنا كيما رأنا بعد نقدروا نعرفوا هذه الكواليس منظن هما كان كواليس خافية بالفعل في التتويجات ما رحش نقولوا معايير عام ليونان ميسي بقى لعب كبير يعني التتويج تاعه ما حش نقولوا بلي ما يستهلوش لكن قلت كلمة شابه ممكن هاد ممكن الشركات اللي يدعم وهي اللي يدعم في هاد الجريدة وممكن أيضا مصالح مشتركة مصالح مشتركة وهما اللي يحددوا هاد الفائز به من يتبقى أنه لعب كنت نتكلموا احنا مثلا على فينيسيوس ولا رودري ولا هما لعبين كبار وقدموا مباراية كبيرة وقدموا موسم جيد نظن أنه أنا بالنسبة لي تتويج رودري ما حش نقولوا ما يستهلش لأنه لاعب كماما ويلعب موش يلاعب منتخب الاسباني عنده عنده كما قلت عنده بطولة لكن لكن كي نقول لك نلخصه لكن حنا بالنسبة لنا كمشاهدين وكداية نفضلو فينيسيوس لأنه بارسكو بارك بفينيسيوس يسجل بزاف أهداف ونشوفه دايما يساهم في فوز فريق ديال وعكس رودري يلعب وسط ميدان يعني يبقوا بلوس يبري لها جامعة ما وش هو ليسجل نظل من هذا الجالب تاني هذا ليأثر شوية كي تشوفها قداية قلت لك أنا لو كانت نقارن بين موهاجمين نقدر دوك ندلك مقارنة حاليا نقول لك هذا أحسن من هذا وما لا نستهلش لكن كي نشوفه المنصب بتاع للفريق نظل أنه يدخلوا هاد العوامل العوامل يقولتهم هاد العوامل تاتين بارك الله يعطتنا يعني أيضا تتواجتهم على المدخب تاتين بارك الله تاتين بارك الله يبقوا بارك الله يبقوا بارك الله سؤال فلورونتينو قالوا هاد العوامل فقط هؤلاء تباع وشنا قال لهم لا منذ مدة شفيت انتاب لما كان بنزيمة في أحسن عطاءه وكان لازم عليه لازم باش هو يدي لبالوندور هاد نحاوهله في آخر دقيقة قالوا منذ سنوات هم يتعاملوا بهذه بهذا التشويه تعكورة القادم يدومون دولي كلوب باش هادوك دولي كلوب كلهم رح يخلصوا وكي يدون ميه وم بعدك كما يقولوا يتلايموا لمن يحبوا يمدوها ماشي حسب العطاء ما عليش نسخصيك أنت مناصر لريال مادريد لا أنا لست نحب مادريدي ولا برشلوني نحب مادريد على برشلونة ولكن ما شوف أنا نحب الفوتبول لما تشوف ريال مادريد برشلونة المباراة للفارطة ندري عليك رح كما يقولوا تتخفف من الوزن التاعك في رأسك وتتقبل خسارة هذا اللعب الجيد لا ماشي خسارة فقط لأنه أريمانيا اللعب ما شاهدك تحب ولا تكره الريال كأنه ينكزيستاب كأنه البرصة يلعب مع فريق من درجة السفلة خاصة في الشوط ثاني خاصة في مرحلة ثانية مرحلة الأولى كان ريال أفضل في ساني يكون صارح هاك شو بلاتين ويش قال قلت لك بلاتين فلورونتينو قال لك منذ عدة سنوات هما يعملوا بهذه المنظومة تاع الفساد تاع الفلوس وتشوفها اليوم أو بعد بكرة أو لما لقيتها نبعثها لك يوسف صح الشيخ ناصر أنا معاك وش أقول حتى هو كانوا عندوا لعبين وتوجد حتى هو يقولوا كيدوها اللعبين دياله وستعملوا الكولاسة وستعملوا هاتشي موانك سيباري دوكال هذا العام دهبن زي ما شح المرة ده كريستيانو دونك الكولاسة حتى هو كيدوها اللعبين دياله وستما كانت كلكولاسات ما كانش كولاسة دي فا دي فا شوف أم بي فا شوف نقولها بالعامية ما نقدش نغطي يسمش بالغربات الإنسان يكون صريح لما تكون انت قيمة رونالدو لما كان في حسن العطاء دياله كي يديها يديها غصبا عنك مجهوده ومردوده في الميدان والأهداف المسجلة هذي باش نقولك هو لما قال قاله ما نام قاله أسكو الريال يخلص نبعتها لك يوسف باش شوف أنا على كلامي هاتشي اللي أنا نبعتولك وتشوفه قاله أسكو الريال يخلو قاله شخصية الريال ما هوش بهذا المثل شخصية الريال حنا نعمله ونخدمه باش تكون نتيجة مستحيل أنه شخص يقولك أنا نخلص باش يفوز الله بنتها حتى إذا دارها ما شرح يقولها حتى إذا دارها ما شرح يقولها بالصح هذه الفضيحة الأخيرة أنا بالنسبة لي فضيحة كيف شروضي أحسن لاعب في العالم في العالم شيخ ناصر تقدر تكون كان واحد شركة دوكارم شركة تخرجت على قمار وقال لك يوسف فيما قلت أن تأتي الصحة يعني ما ممكن ممكن لتخليك تخرج برودري أفضل الله لا دا مكان نعم هذه بالنسبة للكرة الذهبية وبالنسبة بين قوسين فضيحة تتويج رودري الفضيحة الأكبر لأنه الكل كان يستنى فينيسيوس حتى فينيسيوس بحد ذاته كان ربما حاجز طائرة من أجل أن يذهب رفقة نادية ريال مادريد إلى ربما تتويج بالكرة الذهبية ومعلومات التي توفرت قلت بأن بيب كوردي والله والذي أخبرهم بين ورودري الذي توجه وبعد ذلك ريال مادريد قطعوا الحفلة تماما طيب نبقوا في الجانب الكرة العالمية ونبقوا في أفضل لعبين الذين مروا ربما حتى على التاريخ سنتحدث عن أسطورة اسمها مارسيلو مارسيلو وهينا البارحة من طرف مدربه مدرب نادي فلومينينسي البرازيلي الذي خلح تدقيق الأخيرة بعد ذلك ربما كان هناك كلام غير جيد من فيليب مارسيلو وفي نهاية المطاف طلب منه أن لا يدخل حتى في الدقيقة التسعين وبعد المناوشات تم فسخ أخذ فيليب مارسيلو الأسطورة الذي أراد أن يعتزل مع النادي الذي برز فيه خط نظن موش حبينا نقولك يعجزوا كلمة يعجزوا لسنا الكلام يعني لعب مثل هذا حتى لو يغلط حتى لو يغلط ما تكونش المعاملة هكذا يعني فعلي يعني نشوف أنا بالنسبة لي لو كان هو راح يولي الفارق هذا شرف للفارق أنه لعب كبير مثل مارسيلو يروح يلعب في المستوى العالي ويعود يجي يعتزل نظن أنه كان قادر هذا الفارق إذا كما تقول أنت حب يعتزل في هذا الفارق دياله الرغبة دياله نظن أنه هذا الفارق محيط على الفارق وأيضا رئيس الفارق كان يراعي تضحية هذه تعامل مارسيلو قادر يخرج من الباب الكبير من لأنه يحب السلة للفورة من لقطة من هذه ما تشرفش لا مارسيلو للفارق لأنه يعني حتى مارسيلو يعني حتى المناوشة تعامل المدرب أمر غير مقبول طبعا أمر غير مقبول يبقى إحنا دايما نشجع على الاحترافية ما نشجع على التصال بالفعل يعني إنتا لو جيت للفارق ديالك حتى إنتا لو ما لعبك لمدرب ولا راك كما يقول راك خلاص عوري ثلاث تكمل الموسم ديالك كما كان ويعني كما يقول تخرج من الباب الواسع أحسن أنا نظن أحسن بكثير خير ما يدلوك هذا العمل يو وإحنا ما نعرفوش كايين ثاني يعني إحنا شفنا ربما شفنا لقطة فقط ربما ما شفنا لقطة ولا نحكم ربما هو إذن بالك يكون بسك إحنا نحن مدربين ما نظنش أنه المدرب راح يكون عنده لعب كما مرسله ومنظنش أنه راح يهينو بهكذا برك كان أمور داخلية لما نقدروش نعرفهم لنقدروش نحكم على هذه اللقطة نعم أستاذ ناصر فضل نقول لك أنا لما نشوف هكذا من يملك قلب طيب يعني يعني يجي ضرب وموجعة في الآخر مرسله من أحسن اللعبين في العالم سواء سرات لو كيس لي ماريت عن الجزائر شفت مثلا ينتعنا لي من لي شوهوا فيهم من لي شوهنا من تتهمني يعني لا أنا شو نقول لك جميع جميع إنسان جميع الإنسان اللي يهدر على اللعب الجزائري على إيهانة شوف هذا براني ما وش من عندك سمعتها سمعتها من عند ألف واحد هذلك الكلام تعم مرسلون وممو ما يخرج هكذا وإحنا المدرب أعطينا شكول الأسماء هذي اللي طلبناهم إحنا كصحفي تحدث علي أنا شخصيا أنا أعطيني الأسماء أنا نواجهك أعطيني الأسماء لكن إحنا لم نهتم لائبين إيهانة تكون من الإتحادية ومن المسؤولين والإعلام والمحلل أنا اللعب عندما لا يقدم للمنتخب يا أخي كرمو خلدي ما نكر لاش أستاذ أنت لما كان محرز وفردي يتلاعبون بالفرق الأنجليزية صمي محذاء اسمه محرز في أنجليترا اليوم محرز هذا حب يخرج على الأقل على الأقل شوف محرز هذا نو الورونا في سيج نروح لسيج نعم قالوا محرز ليس بمحرز لي كان في السيتي قالوا مانيش قادر نخدم هذا العمل هذا اللاعب المحترف عارف بنفسه هذا محرز اعترف بنفسه لا لا اعترف بنفسه قالوا ما هو محرز لي كان يتلاعب باللاعبين ولا بالفرق في السيتي يسمى كل واحد وعنده وقت محدد او وقت معين يلعب فيه كمات وجد اهانة عند انتقاد لعب عندما يقدم مباراة جيدة استاذ ناصر ولي مريوم تبكو الى مارسيل لموج جزائري رغم حبي لهذا اللاعب واحد ما بكاله اه ولي في بلاطوات سمعتها كيف يوسف ومش حق ومش تروح اليوم تسخصيه يقول لك ها جاي دير لالواف سي اربي ها جاي تنطرين والصباح مكاش منها تنطرين ملعش 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 وانطق بهذا شي قضية سليمان احنا هدر عليها شوف غلق الافواه تاع الجزائريين الحساد النقاد الذين ليس لهم يعني كما يقول الذروة على جزائر في قلوبهم مام الدوال للجزائر يحبوا يشوه الناس لمدة الجزائر معلش سيد ناصر اروا سبقنا في ورقة طريق ونخرج موضوع ما ارسل انا كنت رايح للموضوع رياض محرز هناك صريحين في هذا العدد تصريح لرياض محرز وتصريح لفوز غولان رياض محرز خرجها للعالم قالهم انا من زمان لست ذلك اللاعب الذي يسقي ستلاعبين عادي جدا اعترف اعترف بأنه رياض محرز زمان ليس رياض محرز الآمن ايضا ولكن لا تنساش ولكن الفريق رأى مخصوص هناك يسننا قالهم ما نقدرش ندير كل شيء وحدي قالهم مشكلة في المنظومة قالهم كيف فراغات في بعض كما نقول عن مناصب سواء اون بوينت ولا اون ديس ولا كيف فراغات قالهم يمشي احسن ما تكلم لا على المدرب وصرح على نفسه طريقة احتلافية كبيرة ولكن اتفضل انا نظل رياض محرز المعزتاء والمحبة عند الشعب الجزائري فعلا رأيك هنا في الميداد ما يسحقش هدو من يرام يهجموه فيه طوطار بسكو علاه كيدخول كل ما يدخل ملعب يسفقوله رغم اداء جيد ولا اداء مش جيد ما شفش انا حتى تكلموا على المستوى دعم حرز يبنا نقول لك بلك المحرز رأو هارب بزاف على هدوك اللعبي اللهم يلاعبوا معه باش نفهمك باك كان بزاف عنده مستوى بلك تشوف المستوى دياله هارب بزاف على اللعبين بس كو يحبي يدير بار فو يدير دي شوز وان اللعبين ما يفهموهش كان اللعبين محترفين وكان انت رك شوف مستوى شوف مباريات كان بعض اللعبين انت تشوف تلعب مستوى عنده مستوى يقدر يلعب عنده ما يلعبهش مع اللعب يقدر هو رمبابا يشد الكورة باش يجدلو انت دي بلو مو ميجو يشدلو دي بلو كأين أمور لي ما يدخلوش ربما البطول هذيك ما تناسبوش ربما نقدر نقول هات الشي صح مع اللاج يحبط المستوى دياله لكن يبقى لاعب كبير يبقى لاعب شوف أنا باش نقولك محرز بالنسبة لي نقدر ان نقولك اليوم المستوى تعم محرز نقص ماشي مشكل من حقك تهدر وتنتقد انه مستوى تعم نقص بسح ما يقدر جيش ناس كاي ناس اللي يجرح ويقولك هده ماشي لاعب ماشي لاعب وليه يهدر على لاعب هذا مجنون مجنون لا لا كان عدة مجانين وانا في البلاطوات مجانين تتكلم انت على لاعب مثل محرز تقوله ما يعرف شي لعب نظل انه غورديو ولا ماشي نسيب محرز ولا لا 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 لعب لعب مارك السابع عالميا قبل سنتين فقط بالفعل منظل انه لعب اخداك افريقيا احسن لعب في افريقيا احسن لعب في انجليترا هاد الامور هاد التتويجة هاد وما نظل كاي الناس اللي ملحقتش دارتي واش دار محرز ربما خافوا يقولوا بلي محرز افضل لاعب في تاريخ القرى الجزائرية بالك هاد الشي احنا اي لاعب احنا ما جار نفتخروا به انه لاعب كبير بتاعنا كبير وقدمنا اي لاعب حتى اللاعب المحلي بنلومي نخضر بنلومي لاعب كبير نفتخروا به عائدة لاعبين لنفتخروا بههم لكن كل واحدنا طول ما روش في المستوى تعالى المطلوب ندعموها نحن نهاري احب سقاعيتك انا من اللوم شو محرز كي جي المحرز اللوم لي جيب محرز اخويا ما واش مليح محرز ما تجيبوش ما تجيبوش ونظن انه ننايا بالنسبة لي لو جيت مدرب وطني نجيب محرز حتى الدقيقة الاخيرة حتى يعتزل حتى يعتزل كورا باش نقوله ورح شفتي قدم اضافة ومحرز قدم اضافة كان افضل لها في الفريق ده نقطة 7.7 لا عشرة ما هيش هكذاك يوسف مش يطوي ما تنهلوش عن الجزائري سعوديين نعم وفيهم سعوديون فينا ديزانجلي الداخل ياخد نجنة نجنة تقييير تقييم نعم نشوف يوسف نسهدو بلك نحب نكون ساعد بالوحدة التاعي خلما نكون دارين بيا بياه المنافق انا نهضر لك ديركت يوسف قال زوهير كل ما شابه هاد اللاعب نسحقه حتى دقيقة للخرق لأنه وش جاب محرز للجزائري ما جابه حتى لعب اي لعب دون كنقول لي تقول لي باللومي اسطورة احسن لاعب عبر التاريخ ولكن وش جاب محرز ما جابه حتى لعب لا ماجر ولا باللومي نعم ناحية التتويجة هذا ما كان الانسان ما نهربوش ما نهربوش ما لحق الحق هاوليك بين يا سي يوسف هاد المباراة كان تشوف انت عوار ومحرز محرز بعيد على عوار وفازوا عليه التمريرات اللي كانت عن محزب لو كان عند محرز لو كان عنده بنزيمة كن كله طلع يكانوا ماركو بلقزوش لا تبقى نعم لا الانسان يكون صريح يوسف يعني المشكل في المنظومة النادي انا تغيضك عمرك كي تقول لي انت مارسيلون وما مو ما يخرجش هاقدام على انت حبي تخرج سليمانيا مش انت على العام الجزائري اللي يحبوا يخرجون الناس هادو يخرجون بلاتيت بورت نعم احنا يا اخي هذا الاستقلال تعنا اللي يفات الله يبارك في عينان ينظران لهذا الشعب الجزائري والقوة العظمى العالمية اللي نفتخر بها اليوم عينان عين حاسد وعين مؤمنة العين المؤمنة اللي يجاوك ولي يخزره فيك سواء بالنظرة هاديك السائمة وفي عين المخزن اليهود هادو اللي يخزره فيك بعين واحدة كينزوج في الدنيا لاعب يخزر فيه انسان يعرف رياضة قيمة اللاعب والرياضة ولاعب ما يعرف عمره مكان لعب ولا عمره مقرأ فوتبول تلقى فيه بلاتو وينجم يهدر فيه انسان وانسان وانسان مالحسد يعني يعني يخزرك عينان نعم الفكرة وصلت رحم الله الشهادة دخلنا لرياضة يعني هديك بلمزيتنا لأنه نعم ذكرى ذكرى عظيمة وشوفت لديفلي هذا حتى الطفل هادوك الصغير لي عمره ما شاف هاد شي اول مرة يعني كيما يقولوا حاجة كيما هديك كبير ادرنا والطفل ولا يعرف الطائرة الحربية والمدافع والرشاشة دك عدة تساؤل حتى في المدالس راهم شافوا هدي القوة العظمى وراهم يتغنوا بيها يوميا لماذا يعني حبيت نقول شوف يعني بالبساطة انتا رئيس تعنا حافظه الله والدولة تعنا كريمة شو كيفاش يتصرفوا مع الأجيال تعنا نوريلك وشون هي الجزائر باش تعرف قيمة الجزائر وقيمة مئة وثلاثين سنة حرب على الجزائر وخمس ملاي يشاهد علموهم هم يعلموا فيهم بلا ما يروح للمدرسة داهم التلفازة وراح للمدرسة اليوم يقرأوا عليه لماذا أنت يا ما نقولش يا منافق لأنه قتلك نكون واحد وما نكونش مع مئة المنافق لماذا أنت يا سيزوهير اتكلم الحق قال كلام محرز منتظر في الجزائر حتى نهار للخم من الجزائر الله لا لعب الفكرة وصلت وستاذ نارسل باش تقول محرز والله لأصحاب القلوب المريضة لا محرز لا نقولوش نقولو نقص المستوى نقص المستوى ماشي مشكل باش تقول محرز ماشي لاعب روح لليوتيوب ويدير بعض أهداف الياض محرز هذا وش نقول هذا تتذكر ربما بالإمكانيات نعم الذكرة وصلت نعم هذه الأخرى هذه الأخرى أنا لما نشوف الناس تعتبروا أحسن صحافي في الجزائر وماشي عايش هنا يبكي على هادف محرز واليوم محرز تتكلم عليه بسحي دارة النعورة ولا يهدر عليه محرز شوف قال لك الضربو يعرف مو الضربو تتحدث على حق الدراجي نعم أنا شوف أنا ما نتكلمش عن الناس ما نجبتش الناس أنا وما نستيش لينو في بعض البلاطوات ويتكلم عن اللاعبين ويبعت لي ميساج في التليفون يبعت لي كده شوف راداءة 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 في التحليل وراداءة ربي يهدينا إن شاء الله اللهم أمين أستاذ ناصر نغلق لك موضوع رياض محرز ونذهب لتصريح آخر قبل أن نتحدث عن القائمة الخاصة بالمنتخب سنتحدث عن تصريح لفوز غلام نضم بأنه سنبدأ مع أستاذ ناصر لأنه نتصريح ربما كان يقصدك فوز غلام قال بأنه المنتخب قد تحسن وقال بأنه بالماضي كان يتمد على الفرديات وقال أيضا بأنه يعني بطريقة مباشرة بأنه بيت كوفيت في الطريق الصحيح مع المنتخب الوطني الجزائر ما هو ردك على تصريح اللاعب في فوز غلام والله نورمال ما نقولها لك من اللخ أنا ما عادش يهمني كيف تتجلي رياح لأني بعت السافينات هذا هو ردي للفوز غلام كشو واحد تخزر فيه يخين بليسي قريب جابوها لأداني المينيت شوف الناس هادي مش يتكلم صريحات أنا ما نجيب لكش تصريح من العالم أنا شوف بالماضي راح عليش قلت لك راح إن شاء الله ربي نجحو هذا وش نتمنى ما نعرف حاجة النجمة تانية هادي اللي كان جابها من مصر يكن حتى واحد قادر عليها ومران الزمان والزمان إن شاء الله ربي يعيشنا ونشوفه شكل يقدر ما قال لكش هذا أفضل من هذا قال لك بين المنتخب في الطريق الصحي لا حبي يقول أقدر من هذا أنت دوزيم لي أقلت لي أنا ستقول دوزيم مسيولي قال لي هات الشي الكلامي لك تقول وهذا المدرب أعمل وخطة اللعب تسقمت ولا فاسا ديس كاينة ولا تيكي تاكا كاينة ما عليش ماذا وردتاك أنا ردتاك نقوله رحلت بوسمو بهذه اللجنة وهذه اللي يدير وتع جمعية الخيرية أحسن ويلاين منه ويعيش بهم مو يسكت أنا هذا وش نقول لهم باش تهدرع لها بالماضي أسياد المدربين بالماضي حتى غولم من أسياد اللعبين ما هوش من أسياد اللعبين كيف من أبطل أظهرة في العالم سنة 2006 حتى جبلين تايا جبلين تايا غولم جيبوا المرزقان انتاق تمريد يوسف في العالم ما كان حتى ماني قلت لك في العالم المرزقان برك ما نروح شبعيد حتى وهذاك ظاهر أيصر وهذاك ظاهر أيمن شوف يوسف أنا ما نشوهش صورة اللعب وهذا البلك راني غالب وشاني نتكلم بلك سيد هذا ما هو درجة ما هو كي غير منتاج لي داروا على بالعمري يقدروا يديروا على غولم لأنه عرضوا أحد المجمعات وقام بهذا التصريح أستاذ الناصر فقط أنا شوف هذا رأي مجرد وهذا التصريح يعني مش تاهل جموات أو وجهة النظر شوف أنا المنتخب الوطني راهو في التاريق الصحيح وقتلك حصى من الحصى وإحنا نكلاسي في الغروب هذا في الزيمناتور في الضوارات كلما نلحقوا للبلدين هادوران نخرجوا من الدور الأول لكن أسلوب اللعب هو غولم قال لك أسلوب اللعب تغير فقط إن شاء الله يتغير ما خلاله وش خلاله بالماضي أي قلت لك أنا نجيدك نحط زوهر بإسلامة والله يبارك حتى هو مدرب نحط وضوك مع الفريق الوطني يمشي تم اللعبين وما لم يمشون منتخب عندك فريق من دهب يوسف فريق من دهب وقسيم دول أول ما عليش يوسف نازل أنا عندك فريق من دهب لو لا لو لا كي بعض الحساد اللي راه موجودين ما يعيطوش اللعبين يعيطوهم الوقت اللي يحبوا يحطوهم الوقت اللي يحبوا ينودوهم الوقت اللي يحبوا عندنا فريق من أحسن الفرق في العالم واش في أفريقيا نعم وجهة نظارك أخ زوهر فضل بالنسبة للصريحة دياله يعني إحنا لو نتكلموا على المنتخب الوطني معه بالماضي كان عنده طريقة لعب ما نقولوش ما عندوش طريقة لعب في 2019 حتى اللي حتى اللي ذينا قالوا لا وما قاش مكاش قالك الفرديات يري صنعت الفارق الحقيقي نعم ما قدش تقوله فرديات صنعت الحقيقة بس كل كان الفرديات مقبله ما صنعوش الفارق الحقيقي نظل أنه هو هو كون مجموعة بالماضي كون مجموعة كون تلاحم بين اللاعبين كون عائلة نظل هذيك اللي ساعداته كثير بس كدوك كيتربحان غروب شاكي كيب ولا شاك ناسيون سيطريز امبرطان لغروب هذيك دونك هو خلق هذيك الجو تاع جو عائلي وجو يعني تعلي تنافسي بين اللاعبين نظل هذيك ليسمح له باش ياخد كأس إفريقيا ويعني ديران باركور تاع 35 مباراة بدون هذيما بالماضي ربما تخلوا دوت في المجموعة بعد الإقصاء تاع كأس إفريقيا هذيك والإقصاء من نهائية كأس العالم نظل هذيك لشوية بارتوريبا بس كيلو كان قاعد فلا كونتينيوتي ويعني ما نوصل مرحلة الشك صعبة هذيك مرحلة الشك خلت القلوب اللي بالماضي ربعت كان يعتمد على الفرضية تنظل أنه نفس اللعبين نفس جاء المدرب هدايا يعني رو يقوم بعمل رو يكمل يعني أو يكمل نفس النهج بالماضي ربما طريقة اللعب بتاعه وطريقة بالماضي ما يشكب لكن كل واحد عنده يعني أنا بالنسبة لي بالماضي يعمل وكانت عنده طريق صحيح ودير نتائج جيدة وهذا المدرب ما نقدر نحكمه عليه تكلمنا في أعداد سابقة كما قال لك شيخ ناصر كم جاي نهائية حاليا نروح في طريق صحيح حاليا أنا مباراة هذه الأخيرة كي نتطور بالنسبة من لي جاء المدرب هذا نهضر على دوك ما نهضر مقبل بالماضي بسكو بالماضي واحد ما يقدر ينكر ولا واحد يقدسوا بالماضي ويخاف واحد ما يخاف بالماضي بالماضي مدرب جزائري وطني عمل دار المتخب الوطني خلاص تديا كارير تع مدرب هذا المدرب عمل وكانت عنده طريقة لعب وش يعتمد على الفرديات يدي كأس إفريقيا 24 فارق نه أول نسخة اللي تلعبت 24 فارق وأمام عمالقة إفريقيا واضحة واضحة يعني فوزي غلام ربما أخطع في تصريح الفرديات بالنسبة أنا أنا نتكلم فيه بالماضي الناس هدوا معك قدر ما معك فهمت نه فهمت الناس يكونوا معك قد ما يكون عندك وش تكسب نعم هذي باش نتفهمه هذي ما هيشغل فلوس برك فهمت ولماذا تخلاصولك هذك وش كانوا يتبعوك على جاله الناس وش تلقى نتها تلقى ربي من فوق برك ما كيحكي هذي الخدمت خدمته هذي هذا اللاعب هذا المدرب هاي أنا ذوك اليوم نجبد الخطة تعال ناعب هذا تعال المدرب بالجديد هذا نحي جميع لعب عا يطلوا بالماضي جي فارق جديد وكونوا من داره كيف هذي جديدة يعني باش تقول لي انت ماجر أيضا جاب بالناصر ويجب نكاس أفريقيا هذا مبدأ خاطئ أستاذ ناصر ما زالت لمست بالماضي في الفارق الوطني ما زالت لأنه جل اللاعبين اللي كانوا في يد بالماضي راهم في يد هذا المدرب هناك زوج لعبين أو ثلاثة أو ربعة وهدو من الزلمش فينا مش مليح نحن لعبنا مبارا ودية ضد جنوب أفريقيا مبارا ودية يا سيزوهير لعبيين ظهروا بوجه حنا أقولوا بداية تعلموا درب ضهروا بوجه قال لك هذك يبقى المنتقل الحاج موسى ولوليد موسى هذك نعم ملعبش ملعبش كاسس بنزيا كده الدنيا هذي المو هذي الرب كيفاش ما كانش يشوف فيه اليوم سعيود يخيجبوهم والمردود ماهوش مهوش مليح معلش انا اتخلنا في الموضوع المقبل الأخير هذا الأول تحدثتوا اللعبين والاستداءات من هم اللعبين الذين يستحقون الاستداء في تربص المقبل بالنسبة إليكم بالليل حديث كثير على أنه ربما ستمنح له الفرصة والبعض يقول بأنه في وسط الأزمة التي يعاني منها مع ترجي سجل هدف لعب البار لا لعب لكن لكن قبل ذلك قد مر بفترة صعبة مع الترجي التونسي وأيضا أمين شيخة اسم جديد يختار الخضر هل سيستدعيه 19 سنة لا يلعب مع نادي كوبنهاكل الأول لعب مع نظر 90 دقيقة فقط معه هل سيتم باستدعاء للمنتخب الوطني الجزائري أيضا أدم الناس أمضع مع نادي السد القطري هل مباراة أو مبارتين ربما ستمنح له الفرصة من أجل أن يلعب مع المنتخب أم إن ضاءه فقط يمنح له الفرصة للاعب مع المنتخب كل أسماء هذه مقترحة أدم الناس مستبعد كثيرا ربما يستدعى للمنتخب الوطني الجزائري رغم نقص اللعبين في الجهة اليمنى للمنتخب أعطيني بعض الأسماء اللي ربما ترشحها باش تستدعى من البطولة المحلية أيضا حديث على أدم عليل حديث على أسماء باش تربما تتعسز المركز الدفاعي تفضل بالفعل أنا نظر نشوف الأخي يوسف كما يقول الحاجة المستعجلة يعني إحنا مباراة ندعو نقوله شكليتين بس كورو ربما تأهم الكأس إفريقيا نهائية كأس إفريقيا نظر أنه لو يعني صراحة لو نلقاه في قلب دفاع ووسط ميدان استرجاعي وقلب هجوم هذا نظن هما الأولوية يوسف بليلين عارفوا عنده إمكانيات كبيرة ممكن حتى يكون مع شي ما عش نقولك يأطر ما يأطر لكن أنا بالنسبة لي هذو هما لبوست يعني لازم المدرب يقوم بإستعجلة فرشيبي أيضا ربما سيكون متواجه ما عليش أنا وفي الوسط الميدان وقلب هجوم هذو ما يعني كي نروحه لكوتي عنده الحمد لله هل أنت مع منح أمين شيخة مثلا بعد اختيار التمثيل المنتخب ومهاجم 19 سنة هل تمنح له الفرصة أنه تخليه مازال يزيد يكبر ويلعب مع كبير ما كان شي يزيد يكبر لأمي الله في عمده 17 سنة ما عليش لكنه يلعب مع برشلون هذا ويلعب مع هذي فرصة رهي مباراة رسمية بسرحنا نقدرون نعتبروها مباراة ودية باش تجيب لعبين اللي تعتمد عليهم في كأس الفريقية وتعتمد عليهم في النهائة كأس العالم لازم من تدوك اللعبين لازم من تدوك الوساطين خلاص ما تقدرش تريد دخل أشك باش تدخل لانجور ديجا حبي يجيب اللعب سيستدعي لعب فايزر سيستدعي كظاهر أيمن يعني نستقر على التشكيل نعرفوها قاع وكيكون لاعب ولاتنين دخلهم وفي ريام يجري كما تقول اللعب شي أخ بس نرى عندنا مشكل في وسط الدفاع ووسط الميدان وقلب هجوم هذا قلب هجوم رغم أنه قلب هجوم لازم تلقى واحد لعب بون ركجبته معه ونجاح بالك لازم تلقى لاعب في القريب العاجل اللي رخلاص تعتمد عليها ما نقعدوش حنا يدوك نولدوك عمورة منخدش تخليه كمراجم الحقيقي أنا بالنسبة لي عمورة مدي نشغل بهجوم وعمورة في المنتخب الوطني انظر سيتان بون جوكر لعب شنة تويل رقع أنا المشكلة ماندي بن سبعيني بن سبعيني يشارك مع بوريسيا وماندي يلعب مع عليل تقدر هذا ما يعني بصح لازم لك يندوب لير نعم هذا يقدر الإصابة يقدر العقوبة تكشف نحن تبريسان بن سبعيني وكي يقدر العقوبة في الكأس إفريقي خلاص تعوقنا نعم بالنسبة لأدم والناس أدم والناس نظن أنه ما زال الوقت لا تحدث على إمرع في ندي السد هل شيء إيجابي أم سلبي لا شيء إيجابي شيء إيجابي بالنسبة له يعني يربح منافسة ونظن أنه يقدر عاودي روبروني بشوية كما هو كما عطار أنا أتمنى من لعب هذا بوناصر يعاودي وليع أنه عنده إمكانيات كبيرة مدافعة السابقة بالنسبة هو المدافع ليسحق المنتخب الوطني أحسن من عليلات حتى بالعيد وناصر عنده إمكانيات كبيرة لو يعني يعاودي إخوة أخذها إصابة يعني سيد ناصر يلا عطينا رأيك لعلة الإصابات هي لذات لحقة بوداوي المشكلة راه هدوك هنا لما قل زهير وسط الميدان دفاعي لذلك لازم نا وسط سنتينار يبليس ان ريليار لذلك ما كيش ست تلك مليات عندك بالناصر غياب بالناصر بالناصر نسيت حماد عبداللي يقدم مباراة جيدة شوف يوسف أنا والله لما تكلمت ولي على هاد الشي بتاع 17 سنة هذي التحق بالفريق الوطني شي ويلعب في كوبنهاجن ولاعب مباراة واحدة في سنف الأكابر يستدعيه للمنتخب الوطني الأول أنا ما نشوف هاد اللاعب كانوا تبعوه ويعرفوه مليح وشافوا عدة مباراة وهو لاعب مباراة واحدة وتستدعيه للمنتخب الوطني يتكلم لك زهير ولكن لبليس الجوار يسمع هذا هذا مليح بزاف ولكن إلي بليسي نظر عشرين سنة حاليا لكن ناس شافتوا كلها يلعب ناس عندها نظر عليه لما تجيب لي لاعب تاع 17 سنة الليكيب ناسيونال آما هش كما قال لك جامل جامل هادك تاع البرصة راه لعب لكل تاع وقع في البرصة من اللي كان درال يتبعو في نهار يحطو لك راح يمدلك البرصة لينسيك في عدة لعبين ما تقول لي شي يوسف لأنه دك تقول لي نحن البروب راه في وسط الدفاع كما قلت أنت يا بن سبعين يمن دي حتما عنا هم لي يكون اثنين في المنصب حتما عنا على فكرة بني سيكون حاضر في تربط لا ما نظنش يوسف لأنه سمعت ومع طوله ثلث سمانات يوسف حتى لا ترف باش يعاودي نعم مؤكد أنه حجام الذي سيضيع تربط المنتخب الوطن لا حتى بوداوي حتى بوداوي لكن لازم لازم هذه المبارتين الودياتين أنا نقول لهم جايين على الناخب باش يجرب عدة لعبين ودخول لملا بوجهين يعني مبارع فريق ومبارع فريق حتى يتسنى ليه باش يكون عنده في الدورة مخزن يكون عنده يعني يكون عنده فريق نعم على كل حال احنا نتمنين ان نشوف هشام بوداوي في تربص المنتخب الله اعلم ربما تطورات الاخيرة اذا شوف اياه ان شاء الله لانه هو رسميا بعد التوقف الدولي سيكون حاضر في ناديه وراه في تقدم يوسف نقطع لك الكلام باش يكون في احد الفرق الانجليزية نعم اعلم ارتيطة وكاين فريق اخر ارسنال وكاين فريق اخر يطلب نعم ما دا بينا نزيد ونشوفه فوسط ميدان المنتخب ان شاء الله لا هو كل ما يطلع المستوى التاع وفي الفرق رح خاصة التربص لانه في التربص الماضي فعلا بك وعطال خاصة لما ما نش نستنى يعني رح نصيب قتلك من بعد مرسقان وعطال رح نزيد ونصيب وزوج واحد كما هذو التنين اللي فاتوا عندنا المنتخب الوطني نعم كان هذا فيما يخص اللاعبين الذين يمكن ان يستدعيم بيتكوفيتش في التربص المقبل للمنتخب الوطني الجزائري باختصار يوسف بليلي مركز يوسف بليلي يعني عاود ولا كان عنده شباب مشاكل في الفريق دي لو حسب الأصداء يعني ما كانش حاجة رسمية ولا يعني صح تكلم وشوية كدير شفنا البارح لعب مباراة وقدم مستوى يوسف بليلي هل أنت مع استداء بليلي أمل يبقى على بالرحمة فيتكوفيتش بنسبة 200% سيبقى على بالرحمة كلاعب ويسجل أهداف مراش نقول بلي هذي حتى ويلم يقدم مباراة كبيرة يسجل نعم نعم وسجل أهداف يعني لكن المنافسة تبقى دايما مليحة وانا نظل أنه بليلي يقدر يفيد المنتخب الوطني مازال عنده مازال نقدر نخرج من النوبل بزاف نعم أستاذ ناصر شوف أنا لما تكلم على بالليلي أنا نشوف كين شي ناس يحب يشوه الصمعة دياله أنا نقول بالليلي لما كان مع النخب الوطني حوالي خمس سنوات أو سنوات العم ما كان شي عنده مشكل في المنتخب أنا وش راح لي فيه أنا تربيته بره أنا ما نجي منه در على هذي الإنسان وان ولا لا باب سباب ولا الأعلى كده أنا أظن هادي ديقلك ماهوش مليح في الفريق التونسي لما شفتها البارح يقول لك أنا ولدي عنده تلت شهر أنا أحبي كيتي لي كله ما كيش منها نتصل بيا فريق يعني من الجزائر ويطلب خدمات وعنده غير تلت شهر في الفريق وراه ولبس عليه في الفريق هذا الرد كان الرد عن يوسف المباراة تسجل هدف فعلا شوف يوسف هذا العام يعني ما تشوف ظهر بوجه أكتر من اللي كان عليه في المولودية خاصة في المدايات ومع تارك فعلا شوف يوسف هل يستحق للسيداء وصد ناصر شو نغلق الجزء يوسف الجهاد ما تقول لي بالرحمة قلتك عنده 30 سنة في كيب ناصر وانا المركز جاي تقول أنت جيب بالرحمة تلبني لليوسف نحن نعرف حاجة نحب لك البراني لأنه أوليد بلادنا بالرحمة جزائري على كل حال ما نحب وحك يكون قدامنا حتى يغيب وحتى يموت باش يروح يرصق له عرجون تمر هاو المشكل اللي فينا الجزائريين هذا الحسد والبغض ماذا بهذا يطفى ماشي كالناس أنا كجزائري جميع من مر على المنتخب الوطني الجزائري الناس تسب في سليمان يعني باش تشوف الناس نكران الجميل ما هوش يقول لك رجع لي الصرف تاقي لي مديت ولا بلاد كما قال محرز قال لك أنا وطني ونجي الوقت لي يحبوني ما نجيش عادي هاي لك الباب يوسف بالليل يقعد رقم واحد في الجهة اليوسرى بلك نزيدو بلك ثلاث سنين وحد اقل اربع سنين ما كاش يدي نعم نعم نسان يكون صارح نعم الفكرة وصلت وزيد نقول لك المولودية بيدون بالليل العام هذا الناس يتأويل تهدو وما نسحقوهش والله المولودية غير به كانت حوالي ربعين في المية من عنده العام لي فات ما هوش من الاهداف اللي سجلها أو من التمريرات الحاسمة أو العطاء اللي كان مده نعم اعطيني انا تحب بالرأس خرج وش حبيت انا كي جيني الملعب جيني الملعب بتجين ارادة هديك والقوة هديك والاحترام المتبادل بين وبين اللعبين والمدرب ماذا تريد هذا وليدك ربيه نعم ربي وليدك واضحة واضحة أستاذ ناصر هذي كان فيما يخص القائمة المقبلة للمنتخب الوطني واللعبين الموجودين في القائمة الموسعة اذا بهذا قد وصلنا لختمة جزء الأول من هذا العدد فاصل قصير ونواصل معكم اذا المشاهدين انا نعود اليكم في هذا الجزء الثاني من هذا العدد للحديث عن البطولة المحلية والبداية بالقسم الوطني الثاني وبحدث تأسيس ندي عريق اسمه اتحاد الحراش احتفالات تاريخية جميلة جدا شاهدناها البارحة في نادي أنت تعرفه جيدا يا الأخ ظهير وعملت فيه في الفئات الشبانية بالفعل يعني شفنا احتفالات عالمية يعني ربما في العالم ما شفناش يلي هذي كما ظهر اللي شرف الفريق عريق مثل الفريق الحراش اللي كان لي شرف اني عملت في الفئات الشبانية في الفريق الحراش وكان الشغف يعني شفو agree كانون مش نادي في دوري درجة ناس بزاف غالطة في الحراش احنا يعني كي عملنا في الحراش وبزاف ناس غلطين في الجمهور تعال الحراش انا اقول لك اللي تقدر تعمل في فريق الحراش احسن من عدة فيرق يصبح parlar اللي شوف كنت اتعاملت مع الجماهير بتعامل يعني كنت في الحراش وكنت عندي احتكاكات مع الجماهير نظل أخير دليل هو بوعلام شارف اللي عمل في مدة كبيرة في فريق اتحاد الحراش نظل أنه كيشوفوا هذو الكراكاج يغيظ فريق ما زالوا في درجة ثانية نتمنى إن شاء الله الصعود القارب للفريق اللي يعني صراحة فريق كبير ومدل الكرة عنده مدرسة الكرة ويديه يعني لعدة لاعبين خرجوا من اتحاد الحراش عدة لاعبين وقدموا للمنتخب الوطني هو ربق نصر حسين داي أيضا فريق كبير نتمنى إن شاء الله من هذا الفريق وهذا الفريق يعني يطلعون عاودوا وشوفهم في الدرجة الأولى تكون أكتر مدعا ما مثل الجمعية توهران باش ما يقولوش الناس تانعانصوريين ولا نتكلموا كل الفرق يعني شوفنا حنايا بالإتحاد عن نابا هذ الفرق قاع يعني والفناها في الدرجة الأولى كانت المدعا والفرجة كانوا عدة مبارك نشوفهم كانت الإثارة مع الملاعب الجديدة اللي خرجت اللي رغم يعني في البطول الحاليا نظل أنه نتمنى إن شاء الله نعودوا يشوفهم في الدرجة الأولى إن شاء الله سيد ماصر شوف فريق الحراش غني على التعريف اللي ما يعرفش الحراش هنعرفهم في السبعينات أيام حجلون والطاهر يعني عدة شنافي كانوا عدة لعبين أنا ذاك من بعدهم جام زياني وجالونيسي وجاب داش من بعدهم بن عيسي راحيم يعني كل وقت جاب في الفريق هذا جاب نكهة يعني تفرح للفريق هذا ولكن هذه العشرة سنوات الأخيرة أدى ما نشعب أي شيء أدى لماذا صبحة الحراش بهذا يعني الريتم هذا يلعب في الناشنال ديو صبر ولاخر ولكن بهذه الاحتفالات اللي كان دارها الفريق على تأسيسه أظن هذا في الخير العام هذا باش يمشي الفريق هذا أريد أن يولي القسم الوطني الأول يعني والله يعني جمهور الحراش هو متعة متعة من بعد المولودية أنا أشوف الحراش يعني ما تقول إليه ليسما يعني أنه كان ملعب تعلق الحال الخمسة جويلة يعمروا الحراش كان وحده يعمروا كان وحده يعمروا أنا ذاك الحق الحراش ويني لعب بألف وألفين متفرج اللعبين كلهم هم شو ولاد الحراش أنا لما ذكرت لك الأسماء هاد اللعبين كلهم أبناء الفريق اليوم أصبح الفريق مدة عشرة سنوات خمسة سنسان جل اللعبين من خارج الفريق مما أدى بيته دهور الكرة الحراشية ولكن الفعل هذا إن شاء الله تولي منصب التاحة الحراش ويولي اللعبين إن شاء الله الفئات الشبانية اللي كان يعمل معهم خويا الزهير أو أي إنسان كان يعودوا هم اللي يمشوا بالفريق هذا في القسم الوطني الأول ولما لا يعني باش يلقوا استقرال تاع الفريق ميم يلعب حتى في وسط ومليو دي طابلو ميم الحراش تقعد مدرسة كوراوية محظى حبة من حبة وكريها من كريها يعني من جموش فرقوا ما بالحراش وتحت العاصمة أو فريق وحده أخر كانوا رجال واقفين ولكن كان الواقف راجل واللي اللعب راجل لأنه شوف في وقتنا هذا باش تكون راجل في وسط النساء سيفاسين ولكن باش تكون راجل في وسط الرجال أصعب شيء ينتظرك نعم نتمنى وصعود فريق الاتحاد الحراش وحبور ألنابا والعديد من الفرق التي وتحدثوا أيضا على جم 솔직히 وهران العديد من الفرق التي مكانتها صراحة في القسم الوطني الأول الاتحاد البوليدة حتى القبة القبة نعم نصر حسين دايго العديد من الفرق حتى أنه صعب جدا أنك توفي كل الفرق في قسم واحد ولكن اتحاد بالعباس اتحاد بالعباس نعم نعم عديد من الفرق التي تستحق العودة إلى مكانتها الأصلية طيب رحوا القسم الوطني الأول والحديث على نتائج المباريات سنتحدث عن مباراة الأولى بين الضيض وبرادو التي انتهت بها التعادل هدف مقابل هدف بارادو ليس في أحسن أحواله نظر أنه التعادل كان خارج ديارة خارج ديار يعني أول مباراة لتزير بلاد بعد إقالة أو استقالة المدرب التونسي جايدي جايدي بواكر نظر أنه أول مباراة نقطة ثامينة الفريق بارادو خاصة إنه لو شوفوا مولودية البيض لعقد في هذه الجوالة الأخيرة وإنه داروا يحققوا فوزين متتالية نظر أنه بالنسبة لي بارادو يعني جاب نقطة ثامينة لعقد تخليها باش يعاودي وليه بكو بلوس بيسترجع له راكونفيونس شفنا بداية قاوية يعني ما قولوش قاوية مصح ما فاتش مع مولودية لكن قدم مباراة كبيرة راح نكون نشوفوا أنه لكنهم بعد التدهور يعني التدهور نتائج راهم قاموا الآن بتغيير المدرب زيري بيلال يعني جاه نقطة في البيض تمناه وإن شاء الله يعاودي خلس ينجح زيري مع بارادو الله يا أخ يوسفي يعني في البطولة الوطنية ما تقدرش تعرف قاية تنجح له ما تنجحش يعني هي ما عنده بارادو ما عندهش ضغط ممكن ينجح لو يعني بارادو فريق بارادو ما يكونش عندك ضغط على الجماهير والعكس فريقة أخرى اللي تكون عندها ضغط الجماهير والنتائج لو يعمل يعني كما يقول لك يحتراص وإن شاء الله ينجح عشان قلت بارادو حتى تدي البطولة لكن يحقق الألمانت يا وهذا كل هدف المسطط هي مباركة نتيجة منطقية هدف لهدف الكفاءة الجزائرية موجودة بالنسبة لزيري لعب كبير حتى أنه ما زال يدرس يعني في عالم التدريب ولكن أنا أظن هذا الشيء اللي لازم نعطيه ونمده التيقة للمدربين الجزائر أحسن من الإنستنجات بمدربين أجانب أنا نجيب ظهير بمبلغ مالي معين أحسن من تهدير الأموال هذيك ويولي فيها التلعبات اتحاد خانشلا فازة بهدف مقابل السفر على مقرأة نظرنا أنه حتى الفريق نفسي شاءت تصدف أنه تن اتحاد خانشلا كان عندهم مدرب تونسي وين قاء داروا لإقاله فازة على مقرأة نظرنا أنه مقرأة يعني شفناه فاز الأسبوع الفارط على شباب الوزداد نشوف أنه البطولة الوضنية والله يعني مستوى نفسه متقارب بين الأول والآخر ما كانش فارق فارق كانت من النقاط ونشوف وشكنه والآخر الشباب بالوزداد يعني صراحة هذ العام الموسم البطولة أنا شفت في الريادة حاليا كان خمس فارق وقاله الأربع فارق راما 12 النقضة مستوره متقارب جدا متقارب أنا تكلمت في عدة حصصياني على التبديل الأموال قلت باللي أنا مش كيفاش فارق عنده عنده أموال باي أيضا بعد يجي معه فارق مسكين ما عنده الشركة يفوزوا عليه بانت لعي الحقيقة أنه نفس المستوى رغم أنه يعني حاليا دوكا شيخ ناصر ونقول لك شكل يحبط وليش كون يدي البطولة واحد ما يقدري تكهد موسم الفارق شفنا واتسوف بداية سيأخسر وقال مباراة بانت باللي هما اللي راح ينزلوه بهذا الموسم ما نش فاهمين شكون راح يحبط شكون راح يدي شمبيونة نفس المستوى نفس المستوى من كتر شعليك يوسف جبلير بالكفاءة الجزائرية راح يتقول خانش لهم مدرب جديد فازوا بواحد سيفر نعم هذا وش نقول لك أتمنى الأخ الظهير ثاني باش مدرب أجنبي يمشي ويروح الظهيرته ويجيب لنا كفاءتها نعم إن شاء الله بفاق سطيف يفاز على شلف بعدها في القابل سفر سطيف يعني شوف أنه عرى وقاعدة مشاكل فاق سطيف يعني هو فارق كبير ومورف بالألقاب نظلم أنه هما رام يقوموا بعملية يعني تجديد سي بيران عرفه هو إنسان محترم مدرب يعني يقدم كتير الكورة الجزائرية راو حاليا راو كما مدير راو منصب مدير يعني نشوفه نتائج اللي رام سطيف مراياه نتائج متذبذبة ما مش يعني سطابل في النتائج ديولهم احنا الشارع الجزائري أنا لو كانت راح أي فارق ذوكا في 16 قاعد يقول لك نحن نحبين لديه شمبيونة فعلا ما تقدرش ذوك أنت يقع الفارق ديول بطولة لازم كان مشاريع لازم يتعلم من الجمهور بعض يعني مشي قاعد يتعلموا باللي كان المشروع اليوم عندك فارق هكذا انت عندك اليوم صيارة صغيرة تمشي قيسك تمشي 80 مئة ما تقدرش تمشي 180 مئة يعني الفارق بفاقس طيفي ما عندوش اسماء كبيرة بشي نفسه ما عندوش اسماء كبيرة وعندوه مدرب يعني مدرب كان بين على إمكانيات مدرب بندريس لتصعد مع طرح جيمس تغانم كان قدام موسم كبير وصعد أيضا مع واتسو مدرب يعني هو مدرب محلي وبين على كما يقولك بين إمكانيات ديولو أعطوا له وقت بشي يعمل ما نقدرش نتضغطه الضغط هذا ما حيقول لدوالو صح ممكن نهدروا ونتكلموا بصح لكن الاستقرار أنا أنا مع الاستقرار تعي أي فارق نظن أنا ولو الاستقرار مدرب يعمل كان عود لك برك البوعلام شارف الموسم اللول تعوي في الحراش كانوا يسبوه كانوا هكذا وهكذا لكن رئيس الرحل رحمه العايد تمسك فيه وعطاه له كارت بلانش الثمر ديولو بعد عام عامين كانت إتيحة الحراش تقدم أفضل مستوى في البطولة الوطنية لأنه الاستقرار نحن في البطولة منصبروش على المدربين يعني حاجة اللولين نروحوا للمدرب عنيش ما نشوفوش علش ما نروحوش على الفرق علم اللوموش علش ما يتحاوس الرئيس الفارق علم يتحاوس المسير علم يتحاوس المناجر مدرب عنده وقت نحن كيدرسنا اكشفيت شيخ ناصر يقول لك المدرب مينموم عامين باش تقدر تحكم عليه على حساب الأهداف كان مدرب على حساب الإمكانية تاني ربما الجمهور سطايفي يولف وقت عزرقان وجاب ووقت عثماني وعجيسة يعني وين تضرب يجيب حقه ولكن تجديد حوالي 90% في الفارق هذا العب عندهم لعبين أو 3 لعبين عندهم سن متقدم في وسل القروب ووقف عليهم جاب ومعهم في الملعب ولما تشوف عندك كفاكية تعبيرة ولمدرب لها معهم تانيك جزائري يعني باش تشوف احنا نحب وغير هدك التبديلات منين يجوا التبديلات من الرؤساء الفارق تاكيفاش انت شفنا البارح شفنا البارح شيخ ناصر اسمح لي قطعت خلامك شريف حجار كفاءة جزائرية الله استقال فاز فاز واستقال واستقال يعني شوف وعنده دوك عشر نيقات على والول هارب عليهم نقطاتين انا من هاد الباب زهر ما نهضرش على ذوك المدربين على المسيرين اللي حبوا يبدلوا هذا بهذا باش ياخد اموال طائلة وانت المدرب بتجيبه بمية وقل جبته مليار باش نصوفوا باش يتخبّوا من وراء المدربين ما عال الجزائر اليوم ما نقول لك ما يزيجي جي حتى مدرب أجنبي اللي هنا للجزائر نخدموا احنا في احنا لأن البطولة تعنا ولا تمتعفنا دير مولاها بلك يمشيها ولكن لازم رؤى سأفيرك للاعبين كورة قادم ومتقفين ماشي أي واحد ما متكون هين جوار ما عندكش في راسك ما عندكش ديبلوم ما تدخلش نعم الفكرة وصلت بقونا ثلث مباريات نروح مردية وهران والسياسي مردية وهران فاستعلى شباب قسنطينا بيهدف مقابل صفر والسياسي نخدم قول بأنه أول هزيمة على فريق الشياسي نعم وانتزعت منها الصدر وانتزعت منها الصدر نظر أنه مردية وهران عاد بعد يعني كي حضور المدربة الجديد كالندان ديكليك ورغم عاوز دولات مردية وهران وإمكانيات لي وفرها لهم أيضا مردية وهران في طريق صاحب شباب قسنطينا ما يحشموش بالهزيمة ديهم قدموا لي عليهم بطولة يعني قلت لك بطولة مجنونة هذا الموسم فعلا بسد ناصر أنا العام هذا كنت تكلمت في الحصة الفرطة على مردية وهران مرد وهران هذا العام راني يشوف فيه ربما حبي يولي عهد بنسحاوله وبلومي يعني عندهم مشروع مدى البعيد ولكن عنده كلمته هاد الموسم المولودية خاصة بجمهوريها لما البارح تشوف مباراة هاديك اويكلو والتي يعني الضعف البطولة يعني من الويكلو هدايا حتى لا ما يتأقلمش يعني وما يزيش يعني لكن يمد لك على 90% وليمد لك 60% هذا شي حرام باش تخلي الفريق تاك يلعب اويكلو مع الجمهور الكريم باش يخليك انت تشوف مباراة وترفع من المستوى بتاع فريق خاصة مولدية واران انا الفريق هذا نحبه على كل حال نحبه من جمال الصورة تاعه اللي كانت عنده في السابق لا ليس لي بيحب يعني كما يقولوا يعني نحب يعني المنظومة اللي كانت عنده لما تشوف من وقت بالكدروسي رحمة الله عاليه جاوا موراة عدة لعبين كانوا لعبين لحتى الفريق الوطني كان يستنجد مننا نداك من المرحوم بن ميمون بن سحاولا يعني تصفاوت يعني كانوا لعبين كبار بن عباس بن يوسف بن يعقوب يعني كانوا لعبين كبار تمام أنا حب نشوف الملودية إن شاء الله وهذا مني متمنى وربما إن شاء الله لا منيش خير يعني نقول بربي إن شاء الله الملودية سوف تنافس على البوديوم نعم هذه بالنسبة للمبارضة ملودية هرن وشباب قسنطينة شبابة القبائل تفوزها من اتحاد بزكرة حديث كثير على ابتحق بن شيخ وانتقادات كثيرة لكن نتائج الآن رئيس إردي صالح شبابة القبائل شبابة القبائل تلعب على البطولة بالفعل يعني نحن نشوفوا أيضا فريق شفل القبائل نفس الشي يعني شفناه مسكين مع المحضر البدني البوجندال ينحييوه ويعني من كفاءة الجزائرية ولي كان سبق وعمل في عدة أندية والعمل ديال هو اللي يهضر عليه العامل من موسم الفارط خده يعني يشوف الناس كيت انسى دقيقة العامل فات الموسم الفارط خده الاتحاد العاصمة كأس سوبر في السعودية رغم أنه كانت مبدأتش البطولة وكان هو محضر بدني اتحاد العاصمة وفازوا بالبطولة اليوم يتكلموا يقول لك اللاعبين يصابوا الناس بثاف ما تعرفش عنها نازم نفتح برقوس أنه المدرب وليه المحضر اللاعب هو السبب الرئيسي لكي يصاب لجيان دو في انت كليلت مثله برنامج وتقول له تروح تروبوزي تروح تركيبيري ولا تديرها لانبانجلاسي ولا تديرها هم يديرش هات الأمور يعني ما يديرش الراحة هو ما يسترجعش راح اوتوماتيك ما راح يتبليسها انت هل أخدمت بعامل كبير وكان فتحه ما قدروش الفتحه ماتجر كبير يعني على التحضير البدني ولا تقوم بعامل وتعطي له انت يا وش يدير حنا ما قدروش نحن نعسو اللاعبين نعسو اللاعبين نعسو نت 25 اللاعب وما عندناش الاحتراف في رأسنا بونك هادية تكلموا على المحضر البدني زعزعوا شوية الفريق تحشب القبائل صح بداية كانت قيود أيضا متدب لكن نشوف النتيجة وفاز نروا في البوديوم نروا نروا الأول حاليا نروا معل الفرق المقدمة استقرار يعني عبدالحق بن شيخ سنية سنية ثلث سنين ترمى شروع قالوا له هاد الموسم مشيت على البوطولة تتكون في البوديوم باش توليش بالقبائل تلعب كأس افريقيا والموسم القادم هاسبوك على البوطولة نجم شوية صبر نجم شوية نمدوا للوقت ما تخدرش انت في مباراة ولا زوج تحكم على مدرم أنا كنت ذكرت لك الفريق الشبيبة شوف حساس لي جازوا قلت لك شبيبة تقول كلمتها هاد العام قلتها لك يوسف عليهم وعلى ملودية ورن الفريق هذا الجدد بحوالي 90% بفعل جبت له مدرب اليوم يقول لي واحد كي يقول لي بل شيخا ما هو مدرب أنا نعرف مليح هذا المدرب ما عندي ما عندي حتى حاجة ما عندي طنك جور وطنك انتراينار والله يخلوه يعمل مع هذه المجموعة ما نقول لك شو المجموعة المتواضعة لأنه ما عندو لاعبين كما يقولوا أسماوات فهنا في الفريق يخدم هو طاقم الفني فني بيع فريد ومحمد راسات يعني هادو مدربين كبار هادو ما هادو يقدروا هو ما يشدوا في رقف الدرجة الأولى سطافلي راف شبيب القبائل زدلوا رفقة بوجنان وفريد بالملاط مدرب الحراس يعني كما يقولوا ثاقيل في أول مبارا ملعب سومية على أي تحمد رحمة الله عليه والصورة الكبيرة هاديك تاعة شريف حناشي رحمة الله عليه نرما معل أقل هادو الناس لها وقابدين الشبيبة يحوز يسيوا بقتوا لموين باش يلحقوا اللي تروفية تاعة محمد شريف حناشي ولكن ماشي تمتم أصبر شويا على الأقل ولكن جمهور الشبيبة لحد الآن من أحسن الجماعي على المستوى الوطني يعني ظهروا ببج مشرف زهر حتى الملعب أنا نقلت أسبوع الفارط للملعب تزيوزوا يعني صح تحفى ماشي قولوا مل بره بره تنظيم يعني تنظيم ما شاء الله تقل رك في ملعب أوروبي شيخ ناصر اسمح لي كان عدة ملعب هنا تروح بلينفيتاسيون وتدخل طباعوا الغاشي وشورطة شفت أنا شي يعني نشوفوا ناس هيتعاني في براقي ودويرها أخي يوسف صراحة باش تدخل نتبه بوحدة شيخ ناصر نقولك حاجة باش نعود للعلف باش الجامع نحن تنت سوء تسير هو لي سبب العنف فالمباراة مرودية لو كان ما كانش سوء تسير ما كانش رح يصراوا ذلك المشاكل منتك تدخل في تكون مرتاح جوز المباراة عادية شوف ضيف إلى ذلك باختصار نعم ضيف إلى ذلك الجمهور اللي تكلمت عليه رأي اس الفاريق وزير الشباب والرياضة سابق اللاعب مدان من أحسن اللاعبين وما أنجبت الكرة الجزائرية نرمون تسير محظة مئة بالمئة مدرب جزائري وشعب جزائري ولعبين جزائريين أظن أن الشاب سوف تمشي مع الأوائل ولكن شوية صبر تربح وتخسر تربح اليوم وتربح ثلاثة وتخسر اليوم وتربح ثلاثة على يعني بتيتة بتيت الوازي هذا ما كان يوسف نعم هذه فيما يخص مباراة شباب القبائل هو الفوز ربما الذي يجعلهم باثناش نقطة رفقة المولودية وإيطهاد العاصمة في الصدارة ورفقة أيضا شباب قسنطينة نختم بآخر مباراة ولا بيك أقبو خسير عمام ترجيم استغانم اثنين مقابل واحد للفعل يعني نشوفو ولمبي أقبو بداية تاعو كان بداية قوية هاد الموسم هاد الموسم هاد المتعاثر الأول مع شاب القبائل لكن نشوف في المباراة اللولى قدم مباراة كبيرة أمام شبيبه نعم كان نحقق نتائج إيجابية آخر نتيجة كانت في ملعب خمسة جويلة أمام مولودية الجزائر أمام الحضور الجماهيري تعادل كانت تعادل مع المولودية نظل أنه تعثر هذا يعني استغل نظن أنه ترجم مستغانم استغل أحسن استغلال لذيك الحزن اللعب الجزائري والعقلية أنه كيفوز مباراة ويقدم مباراة كبيرة يقعد في نيوياج كما يقول هو استغل هذه الفرصة وينفاز عليه نظن أنه ماشي نهاية العالم ما زال هو فريق جاجي طلع هذا الموسم للدرجة الأولى هو رفقة ترجم مستغانم يعني نظن أنه هو الحصال الأسود ورح يأخذ البطولة البطولة صعيب بطولة طويلة وكبيرة وعندها ماليها مش تفهم مش قوله ما يستهلش أقبو لكن يعني يقدر هدف أنه ضمان البقاء بأريحية وبعدين إن شاء الله يقعد يأخذ تجربة في الدرجة الأولى ونتمنى إن شاء الله باش يحقق نتائج إيجابية هو تن أيضا هي نتيجة نتيجة منطقية أنا مش فناش يعني كان مباراة مع دازي سيكونس ولكن فريق مستغانم ضربوا جملي حد المباراة وتدني الفريق تعال أقبو اللي كان كما قال لك زهير بل أخذ هدف النياج باللي صي وني عريفي لي يعلم الجمهور الكريم أنه المسيرين تعال الشبيب كانوا هدروا باللي هدف الفريق رح لعبو به المنت وكلمة في حق ترجم مستغانم يعني نظر أنه العائق الكبير هو الملعب دياله ورحم اللعب يلعب في بجاية ما لديه ملعب تاني العائق والغازون اللي عنده في مستغانم ما يقدرش يقدم كورة كي يلعب في مستغانم ما يلقى دي في كل تي بشير يعني الآن يفات أنا ويكون في النصر الحسين دي لعبنا ضدهم يعني تلقى صعوبة فهذا كل ملعب ما هو ملعب يعني لناسب عكس أنه يلعب في الإكستيريور ويقدم مباراية كبيرة ويفوز فأكشف تعالى المدرب استقال يعني كانت هذه آخر مباراة بحكم تأجيل ديربي وتأجيل أيضا مباراة شباب بالوزداد كما قلت إذن أبرز المباراة التي وجلت المردية والاتحاد التي المباراة لربما لديها صادة كبير جدا من كل العالم إلى آجل غير مسمع كالعادة نتمنى فقط أن تكون في أقرب الآجل لكي نرى أيضا التحفة الكراوية حتى وإن كانت تحفة جماهيرية أكثر منها كراوية لكن نتمنى أنه على أقل يعين يعين يعني تاريخ واضح من أجل لعبته المباراة بهذا الموضوع ونكون قد وصلنا لختام هذا العدد أخ ظهير نشكركم جزيلا شكرا على كل ما قدمتم لنا اليوم بارك الله وفيك باركة شكرا لأخ يوسف شكرا شيخ ناصر كانت يعني حصى ما شاء الله فيها العنمات بزيف الله يبارك بالأخير نحيي الجمهور المتتبع تعنا ونحيي واحد صديق يوسف غينوكسا واخوية طارق تعال المدنية وجميع الأصدقاء وجميع المتفرجين وشكرا للمرأة شكرا لأخ ظهير أستاذ ناصر أيضا بارك الله وفيك بارك الله وفيك ويا يوسف ويا زهير جمهور الكريم إن شاء الله ما كناش تقال عليكم أنا حنتحي وحب الأخ يعني الأخ بداوي محمد هذا الرجل الطيب من ناس تيميمون حافظهم الله وخاصة هذا محمد وفي الحصة تعنا يوسف يحبك بزيف تانيك يحب الله العظيم سلام الحار إليه وإلى الأب التعب وجمعة وبداوي الأم فضيلة وبداوي فضيلة بداوي وخاصة الجد وجمعة والجدة فاطمة عطال الله في أعمارهم ورزقهم الصحة والهناء والرفاهية والإزدهار والسلام إلى كل عائلة بداوي أينما كانت وأخير كلام سلام شكرا أستاذ ناصر إذن بهذا سنكون قد وصلنا لختام هذا العدد تقبلوا فائقة تحياتي أنا يوسف بن سراه واخروا الكلام سلام سلام الله عليكم اشتركوا في القناة